فاحنا شغالين على تدريب حكامنا على الفار عملنا تعديل في اللجنة ان الرجل حينته عقده في ناية اغسطس فخلاص بقى مش هشيله ودي شرط جزايا في فضل شهرين اه هوا مش مكمل بليرة خلاص خلاص يعني احنا المنحلة هتنتي وحنقود خلاص يعني اه بليرة خلاص الغالبية التاجد الغالبية التاجد ويبقى اللي جاي مصري ولا اجنبي والله بقى يعني ايه معاكوا دولارات تاني شن قلدوا حطوا شيء عندنا ناس كويسة جدا بس عندي يعني مش عاوز اقولي الى اتنين الكبار كابتن جمال غندور باكمته كابتن اصان فتاح كابتن احمد الشناو عندك ياسن عبدالرقوف سامير واصمان عندك توفيق السيد يعني في اسماع عندك تامير دوري عندك جهد جريشة عندك محمد فاروق اللي موجود عندك اسماع كتير جدا بس ايه ندهم الثقة ندعمهم ياسن اذا اللي انا فهمت منك ان اللي جاي بعد البريرة غالبا هيبقى مصري ان شو الله غالبا ما فيش اجنابي تاني وقولك حاجة بصراحة هنا اعاد معاك كده ارجوك يا جماعة بلاش فكرة الاجانب اللي عرفاضي وعلمان يعني انا معاك برضو ان لو اجنابي جاي اتطور او هيفيد او هيبقى فارق كبير عن المصري اهلا وسهلا بس انا عاوز اقولك حاجة ما انتش ملاحظ اللي عندنا عدد من الحكام الصغيرين اثباته كفاءة كبيرة جدا بصراحة ده مش هيبقى زخم لك في موقع انا السفات تبدي واللي جاي السفات تبدي وفي الدرجات الادنة كمان